انابا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معاني الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي نظمته سفرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين مساء يوم أمس نعم وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولدى وصول معاليه موقع الحفل يرافقه عدد من أصحاب السعادة الوزراء كان في مقدمة مستقبلي سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين حيث نقل معاليه تهانية وتبركات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وإلى الشعب الإماراتي الكريم وبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله أن العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وفي ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة الملك المعظم وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهم الله والحرص على تطويرها وتنميتها تحمل أبعادا وقيما إنسانية سامية وتجسد معاني الوفاء والإخلاص والاحترام المتبادل وأوضح معاليه أن العلاقات الممتدة بين البلدين تعد أنموذجا رائدا لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول الشقيقة وهو ما جعل من التقارب والتكامل سمة أساسية في كافة أوجه التعاون بينهما على نحو يسهم في مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات معززة للتلاحم والتكاتف ونوه معاليه بالدور المحوري والريادي لدولة الإمارات في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وإسهاماتها الفاعلة في مواجهة الظواهر والتحديات ذات التداعيات الخطرة على البشرية جمعاء مشيدا في هذا الصدد بجهود الإمارات لاستضافة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب ثمانية وعشرين معكدا التزام مملكة البحرين بدعم كافة المبادرات الهدفة إلى مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة من جانبه أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحرص سموه على دعم العلاقات الأخوية بين البلدين والإبعال نائب رئيس مجلس الوزراء لتشريفه احتفال السفارة وأكد سعادة السفير أن المستوى الرفيع في حضور الاحتفال بعيد الاتحاد يعبر عن عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات والتي أرسى قواعدها الآباء والأجداد وتجد اليوم كل الدعم من قيادتي البلدين الشقيقين احتفاء بما يكنه كل بحريني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من محبة ووفاء كبيرين شارك لفيف من كبار المسؤولين والسياسيين والدبلوماسيين في احتفال سفارة الإمارات الشقيقة في مملكة البحرين بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لعيد الاتحاد سعداء جدا نشارك أخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة أفراحهم باليوم الوطني للدولة وطبعا مع العلاقات البحرينية الإماراتية أولا ضربة في القدم ثانيا طورت من خلال قيادة البلدين ولا زالت راسية وقوية وتنسيق على مختلف الصعود الأقليمية أو الدولية وأخواننا في دولة الإمارات يعني دائما على تواصل على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي وخلاف ذلك فسعداء نحن نبارك لهم بهذا اليوم ونشاركهم هذا اليوم مشاركة شعب مملكة البحرين اليوم في مناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هو بمثابة المشاركة في عيد وطني لمملكة البحرين ولا يخف عليكم العلاقات التاريخية المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وبين القيادتين يحفظهم الله ويرعاهم في الواقع دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب دولة الإمارات يتبوأ طبعا منزلة كبيرة لدى شعب مملكة البحرين وهذه المشاركة تأتي ضمن طبعا إيمان الجميع بأن مثل هذه الأعياد الوطنية هي في الواقع أمر يجمع جميع شعوب دول مجلس التعاون الخليجي تعاون وتآخ متميز استندت إليه العلاقات البحرينية الإماراتية منذ عشرات السنين أسس لها الآباء والأجداد لتكون مثالا فريدا للتعاضد والتآخي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها هذا الكيان الاتحادي يعتبر من أكبر الإنجازات في تاريخ الخليج الحديث لأنه لأول مرة تقوم وحدة بين سبع إمارات وإنشاء كيان يعني مضى بخطوات ثابتة حتى أصبح اليوم كيانا نفتخر فيه جميعا شعب الإمارات شعب حبيب وطيب هناك علاقات معاني تجارية واقتصادية وفيه علاقات مصاهرة ومحبة بين الحكام ودولتين دولة الإمارات تطور لا نقول العالم كلها بهر من هذه التطور الصناعي والاقتصادي والعمراني وهالمعارض دائما الإمارات محط ومركز сначала فيها أكبر المعارض التجارية والصناعية والتجارية حضور الحفل البهيج أكدوا على المكانة المرموقة والاخترام الكبير الذي تكنه دول المنطقة والعالم للإمارات الشقيقة نظير دورها الفاعل وما تشهده من نماء وتطور وازدهار في مختلف المجالات تاريخ عريق من العلاقات الطويلة التي امتدت بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة انعكست نماء وازدهار وتأخن وتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر